أشهد المفاوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو جراندي بالجهود المصرية لاستقبال آلاف الوافدين من السودان وتقديم الخدمات المختلفة لهم وفتح معبر قسطل بمحافظة أسوان ودع جراندي دول العالم لدعم مصر في تحملها لموجات نزوح من السودان في ظل التكلفة الباهظة لذلك ملحمة وطنية كبيرة تقوم بها مصر تجاه الأشقاء السودانيين في استقبالهم عبر معبري قسطل وأرقين ملحمة شهدت لها أكبر المنظمات الدولية وهي مفواضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال هذه الزيارة الهامة للمفاوض السامي الذي تفقد الخدمات المقدمة للوافدين في معبر قسطل ولقائه بعدد من الأسر السودانية معبرا عن شكره لمصر قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال واستمرار فتح الحدود أنا هنا في معبر قسطل لمتابعة الأوضاع ما رأيته رائع بالنسبة لاستقبال مصر لألاف من الوافدين السودانيين وتقديم الخدمات لهم شاهدت تقديم الخدمات الخاصة للوافدين من السيدات وكبر السن وتسهيل الإجراءات لهم جميعا مصر تحتاج للدعم في هذا المجهود لذا أتوجه بنداء لكل دول العالم لدعم مصر فلا يجب أن نتركها وحيدة مع التكلفة الباهضة لاستقبال الوافدين هذا وأتوجه بالشكر أيضا للحكومة المصرية والشعب المصري الذين استمروا في تقديم المساعدات وأعلموا أنه ضغط كبير عليكم ولكن هو ضروري لإنقاذ أرواح الآلاف وعليكم أن تستمروا وتكونوا فخورين بما تعملون تسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة المصرية لعمل هذه المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الخدمات الصحية والنفسية والجذائية للوافدين حيث قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري أكثر من عشرة آلاف خدمة طبية بالإضافة لدعم المفوضية لها بأكثر من 53 مليون جنيه لسد احتياجات الوافدين الهلال الأحمر المصري تحرك سريعا إلى المعبر بدأ الأول بمعبر أركين ثم بعد ما تفتح قسطل بقينا متواجدين في قسطل أول ما حصلت المشكلة نسقنا مع نظرنا الهلال الأحمر السوداني علشان نشوف الاحتياجات اللي هم محتاجينها وكذلك مع السفارة المصرية هناك علشان نساعد في العائدين المصريين وفي نفس الأثناء على المعابر ابتدت تفتح نقط إغاثة إنسانية النقط دي بتقدم خدمات عدة من بدء الأزمة وحتى الآن مستمرة تتلخص الخدمات في الشق الطبي أو الخدمات الطبية وهي وجود سواء عيدات متنقلة أو عيدات سبتة بتكشف بتخصصات بتدي أدوية بتقدم إسعافات أولية وكذلك جزء للدعم النفسي للأطفال وللكبار على مدار أكثر من ثلاثين يوما منذ اندلاع الاشتباكات في السودان يحتضن معبر قسط الآلاف الأسر معها قليل من المتاع وكثير من قصص وحكايات المعارك الصعبة إلا أنهم نفضوا غبارها على أعتاب دولة ليست غريبة على أشقاء نهر واحد الإيراءات كانت سالسة بالنسبة لي ما فيش حاجة الحمد لله كل الأمور كانت طيبة الحمد لله أظل اهتمام شديد جدا في الموضوع وصرفي للدواء المحتاج للعمل ذاته خمسة وتسعون ألفا من إجمالية مائة وخمسين ألفا وصلوا عبر معبر قسط الفقط ويستمر المعبر في استقبال الوافدين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم والعون لشعب السودان الشقيق جهود متواصلة لا تتوقف لدعم الأشقاء السودانيين فبمجرد الوصول إلى هذه الأرض الآمنة تفتح دافذة أمل تصافح الحياة من جديد يجدد فيها السودانيون أمل البقاء ويجدد العالم تأكيده على دور مصر الإقليمي والدولي في مساعدة ودعم أشقائها من معبر قسط للبري محمود جميل التلفزيون المصري